وصف دقيق كامل ويتكلم عن عرض ويتكلم عن ارتفاع ويتكلم عن نوع الخشب ويتكلم عن القار أن كل هذه الأشياء كانت موجودة في أيام نوح بالتأكيد ودي نقطة مهمة قوية أخ نزار لأن ناس قالوا القار ده طبعا مادة عزلة عشان المية ما تدخلش في الخشب بيقولوا أنه ما يدخلش المية في الخشب ويسنك يعني يسقط في المية فناس قالوا طب القار ده من منتجات البترول هل كان عندهم معامل تكرير بترول عشان يطلعوا القار لا القار ده كان مادة صمغية بنقترح أن يكون مادة صمغية موجودة بياخدوها من الأشجار وبيقدروا يتعاملوا معاها ويقدروا يغطوا الفلك من الداخل والخارج حتى في العصر الحديث يعني كنا نشوف بأفريق كيف يستخدموا هذا النوع من الصمغ وكانوا بيبنوا فيه العجلات بتاعت السيارات يعني الجلد المطاطي طبعا بالضبط يعني في بلد زي ماليزيا عندها إمكانية ضخمة أوي في المطاط ده لكن فنوح كان عنده كل المواد الكافية كان عنده القدرات الفنية الكافية أنها تصنع ذلك وبنشوف أن الإنسان الأول كان متحضر جدا بمعنى أنه إحنا عندنا انطباع أن الإنسان الأول كان بدائي وماشي كده في الأرض ومع حدة عصاية ومش عارف إيه مش دي الصورة صحة بالمرة الإنسان الأول كان في قمة الزكاء نعم فبنقرف تكوين أصحى حربعة أنه أولاد قيين بنوا مدينة نعم وأنه كان فيه كل عازف بالقيثارة فكان عندهم ميوزيكال اندستري وكان عندهم كمان مراعي فعارفين إزاي يربوا مواشي ويكتروا من الناس اللي بتاعها كان عندهم كمان صناعة الحديد والنحاس نعم فكل طارق بآلات النحاس بنقرأ ده في أصحى حربعة من سفر التكوين كانوا بيستخدموا السمنت اللبن يعني إزاي كان بيبنوا الطوب يسبت بالضبط وبعد التوفان حتى بنوا الطوب وحمروا يعني دخلوا في النار نعم فإحنا لازم نغير انطباع اللي هو بيحطهن النشوء والارتقاء وان احنا جينا من قليل قليل وبعدين بيينا على قمة الخرم لا الإنسان الأول كان عنده قدرات غير عادية اللي بنوا الأهرامات دولة عندهم قدرات أحد الـ IQ كان عالي عندهم جدا والزكاء لأنه ده كان الإنسان الأول قبل التفارات السلبية اللي وصلته بعد كده اشتركوا في القناة